يواجه العراق أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العجز المقلق في واردات البلاد المالية عن تغطية النفقات المتوقعة خلال العام الجاري والذي نتج عن سياسة الحكومات الاقتصادية بعد عام 2003 المعتمدة على أساليب خاطئة في إدارة الملف الاقتصادي هذا الوضع المتدهور في الاقتصاد سلطت الأمم المتحدة الضوء عليه في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ توقع وصول العز في الموازنة العامة في العراق إلى مستوى غير مسبوك كذلك توقع التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنحو 10% في عام 2020 ووصول عز الموازنة في العام نفسه إلى مستوى غير مسبوك بما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي فالتقرير أوصى بتحديد خيارات تمويل إضافية على وجه السرعة وتجنب إجراء إصلاحات نقدية غير مدروسة وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه كإجراءات أولية للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومع تدهور الاقتصاد والتوقعات باستمرار هذا التدهور بسبب السياسات الحكومية الفاشلة تزداد الضغوط يوما بعد آخر على الموظفين في الدولة حيث انعكست تداعيات الأزمة عليهم بشكل كبير فبات التأخير في دفع رواتبهم نهجا من قبل الحكومة الحالية ناهيك عن قرارات الاستقطاعات من الرواتب التي باتت كوابيسا تطارد الموظفين وتقض مضاجعهم ولعب الفساد المالي والإداري الذي تفشى في البلاد بعد عام 2003 بشكل كبير والذي تديره الأحزاب والميليشيات ويدر عوائد مالية فلكية تجنيها أطراف السلطة منذ سنوات طويلة على حساب شعب فقير ومؤسسات بدأت بالتصدع والانهيار لعبت الدورة الأكبر والأبرز في تدهور الاقتصاد في العراق وزادت طين بلة تحديات أزمة فيروس كورونا والفشل الحكومي في إدارتها وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير حقائق ووقائع غاية في السوء تشير حتما إلى مصير أكثر قتامة يواجه العراقيين بخاصة مع تواصل فشل النهج الحكومي وسياساته التي قادت العراق نحو دمار كبير منذ سنوات طويلة وحتى اليوم